انت صاحب حق ولا كانت دار تحارب الحق قال ليه تنين ديل افهم المعلومة دي الحق ما بيت حارة بسه دي الوصله اعلى المراحل في السيطرة بل ربنا بيحكي في القرآن من وصل مرحلة اعلى من دي فرعون دا وصل من الجبروت اشياء ما بتتخيل اين تزاته بيقول للناس علي سلي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي بيقول لهم انا ربكم الاعلى بيقول ما علمت لكم من اله غيري بيقول للوزير بتاعه اوكد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لأظنه كاذبة يعني شوف المراحل دي كلها فرعون دا كان ظاني نفسه خلاس من ضد في يده وما قدر اعملي حي طيب المؤامرة هنا قالوا امشوا اصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة ان هذا الا اختلاق دا كذب لفقه بيقصدوا النبي عليه الصلاة والسلام وانتبهوا يا اخواننا التكذيب بتاع المشركين هنا ما هو تكذيب لحاجة يعني هم بيعتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم كذب لا ما بيعتقدوا انه كذب لكن التكذيب هنا جهود والجهود فرقوا من التكذيب شنو الجهود بتكذب لما تعرف انه دا حاج بعدك بتكذب دا اما التكذيب من غير الجهود كونك تعتقد انه الانسان اللي جاب الخبر دا كذا طب المشركين من يا تنوع عارفين الحاج سيبك من المشركين دين فرعون ذاته ما كان عارف الحاج عارف الخالق الله يقول لهم ما علمت لكم من الهي غيري ويقول لهم زروني اقتل موسى وليدعوا ربك زروني اقتل موسى انتعرفوا كذب قل ماسكك منو انت اقتلو زروني اقتل موسى دا زي زمان عندنا الواحد دا من يكون غالب وشاكل لزول ارجى لما الحجازين يجو يمسكوه فكوه ليو فكوك شنو انت من قبيل ما تمشي ليو فده نفس النظام دا يقول لهم زروني اقتل موسى اقتلوا ما بيقدر كويس ويأخي شوف قوة ربنا سبحانه وتعالى فرعون بتوعد انه يقتل قبل ما يلدو ويكتل فيها اولاد بني اسرائيل ربنا سبحانه وتعالى من قدرة عظيمة فرعون دا يربي موسى براو مش اقتلو يربيه هو ربنا قال في القرآن على لسان فرعون ذاته قال لاموسى تربيه براك يا فرعون وما بتكتله ولم تقدر شفت الحكمة دي كيف عشان كده المشركين دا ما السمد اكدين تماما انه اللي بيقول فوالنبي صلى الله عليه وسلم دا صدق كله عشان كده ربنا قال في صورة الانعام فانهم لا يكذبونك ما بيعتقدوا انك التكذب ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ابن كثير جاء في سبب نزول الآية دي قال كبار المشركين كان بيجي يستمعوا لقرأة النبي عليه الصلاة والسلام دا الماء عرب بيفهم القرآن يعني الناس بالشاكل ومفهمين ذاته بالشاكل ومفهمين اي حاج دا لك بيفهموا كويس بيجي بالليل صلاة ضد قريش ومنهم ناس آملوا ومنهم من مات على الشرك كابي جهل واحد منهم والأخنس ابن شريق كان دا التاني وابو سفيان ابن حرب رضي الله عنه كان مشرك الوقت ذاته دا لثلاثة من كبارات قريش بيجي بيسمعوا القرآن بالليل بيستمتعوا لأن القرآن هم ما بيعلموا انه دا ما كان بشر كويس بيسمعوا زين وفوتوا في الشارع قال اليوم الأول ابن كثير جاب الرواية قال فجمع بينهم الطريق يتلموا الثلاثة اي واحد منهم عاهم في التاني كنت وين بسمعين ويته كنت بسمع طيب قام يتواسقوا اتفقوا وما عندهم عاهم اتفقوا قالوا تاني ما في وحدي لأنه لو شافونا اولاد غريش السوار ديل بيضيعوا ويمشوا بيسمعوا كده فتاني ما في وحدي وأي واحد منهم دائرة الاثنين التاني ما يجو يجو كويس رجعوا الثلاثة بكرة الثلاثة جو ويواحد خطف يبالوا انو ديلك ما جو برضو جا استمع لما انتهوا جو راجعين الطريق جمع بيناتهم تاني يا ناس ما قلنا ما نجي قالوا بكرة تاني ما تجو خلاص بكرة اليوم التالي برضو جو الثلاثة بعد ما ناقل فلما اصبحت اخذ الاخنس ابن شريق عصاه وذهب الى ابي سفيان مشاليو قال الباب خش عليه قال له ماذا تقول فيما يقول محمد بصراحة الكلام ده اشنو فسمع منه ثم ذهب الى ابي جهل وده طبعا زعيم لما دخل عليه قال يا ابا الحكم ما تقول فيما يقول محمد الصادق هو ام كاذب بيقول يوم يبتجب تسمح الدين الاخر بتعليه يا الكلام ده صديق نحنا نبقى معاه يا كذب تاني نحنا ما نجي فابو جهل قال له والله ما كذب محمد قط بهذه العبارة عارفين انه ما بكذب طيب قال وفيما العداوة فشنو مدام هما بكذب فقال ابو جهل وكشف السر بتاعهم كله في الكلمات دي كشف سر الموضوع والجواطة والمشاكل دي كلها فشنو قال تنافسنا نحن وبنو هاشم الشرف اطعموا فاطعمنا كم بتنافسوا في خدمة الحجاج تمام والسيجوك الشيعة يقول لك السعودية ليه بتخدم الحجاج الساعة التموهم وذي بتخدمهم قبل مجلس لهم ذاته وده المفاهم من اي حاجة يجيوك السعودية لأسباب سياسية قاعدة تخدم في الحجاج ما التموهم في مخاقته وما قرأ التاريخ ذاتك ام شاكل التاريخ قبل ما يجي لإسلام ذاته السعودية كانت بتخدم كويس فقال اطعموا فاطعمنا وسقوا فسقينا قال حتى اذا كنا كفرسي رهان يعني مصابقين كده زي فرسينا الرهان السبق يعني قالوا وتجاسينا على الركب كده يعني التنافس بيناتهم احتدم شديد قال فقالوا في الوقت ذات طوالي ناد بن هاشم جاتوا الميزة جديدة قال فقالوا منا نبي وليس منكم نبي كده خرطوم منا نبي وليس منكم نبي قال ده ابو جهل قال والله لا نتبعه أبدا وعداوته ما حينا بس ده الموضوع كله عشان كده انت من الكلام ده لك ده لك تفهم معلوم اولا المشرك لم يعاد الاسلام لكون الاسلام فيه عبادات صلاة وصيام وحج لا لأنه كان بسلو ما صلاة ذاته لكن بسلو بحجو ربنا قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية بسلو لكن صلاة بتاعة شماشة ساي يصفروا يصفقوا كده دي بيحتبوا راسة لهم المرأة بتجي عريانة مفكوا زي الله ما خلقها طيب حج البيت حاجة ولا خيط ما لابساوا وحاجة طايفة بالبيت إيه لآخرة عندهم عبادات بحج وكده وبعرفوا الله ما تقول ما بعه السيد تعرف الناس كتارد ما فيه متوحيد قال ليه ناس كتارد اخبطين في التوحيد لأنه ما عارفنا الشرك وشنو لا جاية واحدة سألو من الجماعة اللابس شاء لخضر ومكالفح في الحرده طلقه اللابس شاء لخضر وطاقية حمراء في الحرده حرد ينزق النازة طاقية حمراء وملفح لبايدلاغين وكميات بتاعة هدوم دكتنا هذه سألو ما تقول التوحيد شنو قل الشرك شنو ما بعرف الشرك قل لك المشرك ده مولانا ده ما بعرف الله اي ما شايف شان كده الواحد بقع في الشرك لأنه ما عارف الشرك شنو المشرك ده يا ناس ما ما بعرف الله ما بعرف الله ده اسمه الكافر ده كافر أصني ده ما بعرف الله تزالت قول لها الله يقول لك ما بعرفها يسم الله ده اسمه كافر المشرك ده ياته مشرك ده بعرف الله عشان كده في الآيات الشرحة شيخ محيدين قبل قاموا قالوا شنو اذا عجبوا وعجبوا عجبوا من شنو اجعل الالهتا الها واحد معناه هم الالها الواحد ده معترفين به لكن ما دارينه براو عرفت المعلومة دي عشان كده يا اخوانا الزولل ما بعرف الشريك بقع فيه كويس فكده سألك جماعة الله يوم براك كده كان ركب جنبك واحد في الحافلة خاصة من انه في عياد ديك شفتوا لابس اي زي رسمي بتاع مازين بالكنغوري داك ولا حاجة اي واحد لابس زي رسمي قول لك ادام ولا انا وريني شيرك دا شنو سامع الجماعة بينضموا شيرك شيرك وريني للمشيرك دا شئ كيف ذاته وريني للمشيرك دا انا يعبدوا له صنم ما بعرف الله بس ياهو لا دا ما ياهو براو دا فانت المشيرك دا ممكنكم بصلي وبيدعوا الله اتقال ما بيدعوا الله خليك من المشيركين الليلة داك خليك منهم بتاعي ناس بجهل داك ذاتهم مشيركين اللاصليين اتقال ما بيدعوا الله عليك اللهم شاقر السيرة شوف يوم يوم بدر اكان اللي بيدعوا منه النبي صلى الله عليه وسلم واجد بيدعوا بهناك بيقول اللهم انتهلك هذه العصابة لن تعبد في الارض الارضي ابداك مش النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوا دعاء طويل بغادي لحد ما رداؤه وقع من كتفه وبكر الصديق قال له لقد الححت على ربك ربنا بينصره خلاص بهناك ابو جهل واقف بيدعوا برضو انت قال بيدعوا ثمنه اصلا جماعتك ناس هناك ذلك اكان انزرر ليه وزرر زي دي ما بخلي ليه فكي وراوه يا فلان ويا الراقد بغادي ويا التسع وتسعين الف القلع راقدين انت ما جاء بخبر وابو جهل ذاته كان شافا بيقول لك انت ما عندك في غيه ذاتك انت بتعرف الدعاء وين ابو جهل رافع يديه بيقول اللهم ليه الله ولا اللات ولا العزة اللهم اينا احب اليك بغير نفسه بابنو بالنبي صلى الله عليه وسلم يا الموهوم ده عشان تعرف ابليس بيغشك مرات ابليس ده يخل دوك فيك مقلب يتخيل لك انك احب زول لالله وانت مجرم تكون شوف المجرم ده مجهل معتبر نفسه احب لالله من النبي صلى الله عليه وسلم بالله شوف الزول ده عليكم ده ابليس غشاو قويس قال اللهم اينا احب اليك وارضى عندك فانصره الغداد قال بتحبوا يا الله انصروا الليلة قال اللهم اقطعنا للرحم القطع رحمنا بيطاع في النبي صلى الله عليه وسلم القطع الرحم واتانا بما لا نعلم واجاب لنا دينا ما بنا عرفه فاحنه الغداد ودعاه ده طبعا ربنا استجابه بس ما يشكله ده اينا يا حب ما ده ده عليه صح ده ده على رقفته في النهاية ورت رقفته ايه تشوف المعلومات ده لو فيه متى بتفهم انه الشيرك ده ما زولا بس جاب له صنم خطاق قدامه وشغال وارك عليه وياه بل وانا دي تخيله بتاع المسسلات ده واحدة القواقف كده ربي الهي يا نال ما يودى براو مجرد ده ممكن يكون قائس في الجامعة ده وبصلي بيصوم طيب اشرك كيف ديل لما قالوا اجعل الالهة الها واحدا مستغربين الالهة كلها تبقى واحد كيف ليه لانه عندهم الالهة نوعين بس ندار اختصره لك في جملتين شان ما اطول لك الكلام الاله عندهم نوعين عندهم اله الحق ده البخلق والبرزق والبد الجنة والبنفعك وبدرك وووو ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءا فأحيا به الأرض بعد موتها وكله ليقولون الله ده الاله والباقين دي لك شنو دي لك بيقربوا للاله ده شغلهم بس يعني ناس هبا واللات والعزة يوم من الأيام ما في مش رجل قال يا اللات الخلق تني ما في قصوا ده اللات الخلق تني ما في عارفين اللات ده لا بيخلق ولا عنده وإيش والعزة لا بتخلق ولا بتد الجنة اوه إلى آخرين طيب عندهم الالهة الحق ده دي لبيوصلوا له اتا شما تبقى مشرك وانا شما ما نبقى مشركين ما نخدت لينة زول واسطة بيننا وبين الله عشان الله يتقبلنا بس ده الموضوع كله ده ما تبقى مشرك ما تبقى لك اي واحد واسطة يعني ما تقول يا فلان تلحقنا يقول لك فلان دي شنو دي الله يقول لك لا والله فلان ده خلقك لا والله خلقني الله طيب فلان ده ناديته ما لك يقول لك دائم ولا أنا ما قريب من الله أنا ما نادئه والله بالديني بس دي المشكلة ذاته ها كلهم يقول لك كي سرى اي ما قريب بقول لك كريبين من الله فين هذه القريبين من الله ونحن وقت ندعومهم بوصلنا لها الله دا يا اون مشرك ذاته شفت الشكل لو قريبت السيرة النبوية لابن هشام السيرة والتاريخ وداكت له واحد شراطون نصف واحد جابعين انقلعت برة وهمرة جات بتبكي عند اربع اولاد ماتوا شفت ده كله بس فين النقطة دي نقطة صغيرة دي بتفيدهم وستتخيل الزمن مشى بالناس ويبليز غشاهم رجعوا للنقطة اللي كانت فيها الشكل ذاته وبدأ الموضوع ما شو عادي البيجاعي والبهينة بيكون كلهم واحد البدع والله والبدع الجماعة بيكون شد واحد الله المستعان المهم الكلام الموضوع دي طول وشيخ ماح الدين يا ريت لما المرة جاء كمان واصل في الآيات دي لقدام فيها فوايد كثيرة جزاكم الله خير